أكثر من التريليون دولار حصدت تركيا وإيران والعراق في 2020 مجتمعة كناتجها المحلي بترتيب أول لتركيا التي حصدت 720 مليار دولار ثم اقتلتها إيران ب191 مليار دولار ثم العراق ب167 مليار دولار وفي قراءة تفصيلية موثقة بلغات الأرقام تكشف وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية دور العراق المهم في المثلث الاقتصادي مع إيران وتركيا بسبب احتياطاته النفطية وموقعه الاستراتيجي حيث تعتمد تركيا على النفط العراقي في حين تصدر إيران النفط إلى العراق مستخدمة إياه كطريق عبور لنفطها إلى الأسواق الدولية أما عن قيمة التبادل التجاري بين العراق وتركيا فقد بلغت في 2020 نحو 17 مليار دولار و300 مليون وذلك حسب أرقام معهد الإحصاء التركي وسجل التبادل التجاري بين البلدين فائضا تجاريا لصالح تركيا بلغ 941 مليون دولار التجارة بين تركيا وإيران كبيرة أيضا بحسب المركز حيث وصلت لما يقرب من 10 إلى 12 مليار دولار سنويا استوردت تركيا في المقام الأول النفط والغاز الطبيعي من إيران بينما صدرت الألات والمنسجات والمنتجات الغذائية أما عن التبادل التجاري بين العراق وإيران فقد بلغ في أذار 2020 على أساس سنوي 13 مليار دولار وبما يحقق فائضا لصالح إيران بنحو 5 مليارات دولار إذ ما تم تفعيل هذا التحالف يقرأ مركز الروابط أنه سيصبح من الممكن تحقيق مجموعة من الفوائد لجميع الأطراف المعنية بشرط تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في العراق ويمكن لتركيا وإيران أن تتعاونها لتعزيز نمو الصناعات المشتركة وبما ينعكس على المشهد الإنتاجي المحلي في البلاد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة